القاسم الحسني الأخوة الزيدية يقول الزيدية توافقه كالرأي لا يجوز أخذ الخمس في حالة عدم وجود إمام يجمع بين الإمامة السياسية والدينية طبعا هذا في رأي زيدية اللي هما يجمعون بين الثنين احنا نطرح سؤال على أساس القيادة السياسية هل هي دينية أو ليست دينية هل لدينا قيادة دينية في الإسلام هل لدينا زعامة دينية أم هذا شيء من اختراعنا ومن أعرافنا وتقاليدنا الأخ محمد الحسني مرة أخرى يقول وهل تعتقد أن بيدك إسقاط فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وأنت تقول أن الخمس لم تجري أحكامه إلا على عهد الإمام الباكر والصادق وهل أنت من المشككين بولادة الإمام الثاني عشر لم يجبرك أحد على أن تخرج جزء من مالك وتنفقه بعنوان الخمس ولم يمسك لك السيف لتفعل ذلك والأمر موكول لأهل الإيمان ومراجع دينهم وتقليدهم أما مراجع الدين قد استولوا على حقوق الخمس واستأثروا بها لأنفسهم هل كنت جليسهم مطلع على تفاصيل حياتهم أم أن لك إذن جعلتها محل العين سماع للفرية بحق رجال أفنوا أعمارهم في خدمة الدين وآخر سؤال لك من أنت؟ أنا أحمد الكاتب هذا مثل لبسؤال قد ذاهب فيك أنا من أنتم؟ فأحنا أنا شخص أوامك مسلم أحب أهل البيت وأوليهم أيضاً ولدي بعض النظرات أعتقد أني توصلت إلى فكر أهل البيت الحقيقي بفكر أهل البيت الصحيح السليم الأصيل وأن كثيراً من النظريات المعروفة والمنسوبة إلى أهل البيت هي نظريات صنعها المتكلمون والفلاسفة والغلات ولا علاقة لها بأهل البيت إنما هذه تكونت مع التاريخ أفكار يعني ليس لها أساس من الدين ولا من أهل البيت أما أنه أنا أريد أسقط فرض فرضه الله لا أنا ما أريد أسقط فرض أقول لك تحديد المسألة يعني مثلاً الخمس وارد في مغانم الحرب في غناعم الحرب المكاسب الأخرى الغلات الأربعة والأنعام والنقدين هذا هو مورد الزكاة طبعاً حتى في هذه الأمور هناك اجتهاد يعني كما نعرف أنه الغلات الأربعة طيب الزرك ماذا نفعل بها مثلاً الفواكه اللي منتجة بشكل تجاري ماذا نفعل بها مثلاً مثلاً حيوانات في بلاد أخرى الخيل مثلاً قد يكون في بلد معين هو فيه يعني يعني فيه إنتاج وكذا يعني هناك اجتهادات حتى في مسألة الغلات أو الأنعام أو النقدين كما النسبة حتى بالنسبة أيضاً هناك يمكن مجال مفتوح للاجتهاد هل النسبة هي فقط 2.5% التي فرضها رسول الله في أيامه أم يمكن لأي حاكم يأتي بعد ذلك ويفرض نسبة أعلى حسب حاجة الدولة سابقاً مثلاً دولة ما عدنا وهذا موكل للناس الناس هم يطلعون أموالهم زخواتهم من عدهم ويوزعوها على الفقراء والمحتاجين طيب إذا صعدنا دولة والدولة مسؤولة عن الأمن مسؤولة عن الأمن الداخلي والدفاع الخارجي عن شراء الأسلحة والتجهيزات وتدريب الجيش عن فتح الطرقات عن توفير الصحة للأموم الناس عن التعليم وصعدها مسؤوليات كبيرة فهل تكتفي الدولة بأخذ نسبة 2.5% من الناس ونقولهم خلاص بعد ما يحتاج أنا أذكر كلمة لإمام خماني عند تأسيس الجمهورية الإسلامية قال أنه كيف يمكن ندير الدولة بهالنسبة البسيطة من الأخماس والزكوات ما يمكن لازم الدولة إذن مع هالمسؤوليات الضخمة اللي الشعب ملقي بالمسؤولية على عاتقها وينتظر من عندها ويريد في حالة هذه الدولة كيف يمكن طبعا هي أدى موارد أدى نفط أدى ثرارات معدنية أدى كذا وتضع الضرائب على تجارة داخلية تجارة خارجية وتجمع ضرائب وأموال حتى توزيعها بين الناس فإذن حسب اجتهاد الحديث أيضا أنه من حق الحاكم من حق أي دولة أن ترفع النسبة يعني هذه النسبة كانت في بلاد صحراوية ما فيها دولة أساسا والدولة لا تقوم بأي عمل إلا مساعدة بعض الفقراء ومساعدة بعض الناس محتاجين الإمام يقوم يعني النبي كان يقوم بذلك ولكن هالأعمال الكبيرة موجودة في الزكاية وفي سبيل الله مثلا أو كذا اللي هي أطار عاملية كل شيء ترجمة نانسي قنقر